بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالبات موضوع الدرس أنواع الكلمة والجملة ثلاثة إذن سنستكمل ما أخذناه في حصتنا السابقة الحصة السابقة استنتجنا عدة استنتاج منها أن الكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحر أيضا استنتجنا عندما تجتمع الكلمات لتكوين معنى مفيد فإنها تسمى جملة إذن عندما تجتمع هذه الكلمات وتكون لنا معنى مفيد ستسمى حسنتم قلنا جملة أصنف الكلمات الملونة في الجدول إذن لدي كلمات لونت باللون الأحمر صنفناها إلى اسم وفعل وحر نقرأ معنا وعند وصولهم إلى المكان المحدد جهزت نورة بعض الفواكه والخضروات التي كانت أمها قد أعدتها لهم ليتناولوها في رحلتهم إذن من الكلمات التي كانت باللون الأحمر وصنفت من الأسماء كانت احسنتم المحدد الفواكه ورحلتهم الفعل هنا الأفعال كانت قلنا جهزت أعدتها ليتناولوها أيضاً كانت لدينا حروف في نصنا هنا فكانت الحروف إلى في وحرف ألا أيضاً لخصنا ما تعلمناه عن أنواع الكلمة فأنواع الكلمة حسنتم اسم ومثال على الإسم ذا لدينا عدة أسماء كان أقول الحديقة المنزل أحسنتم أيضاً النوع الثاني كان فعل ومن أمثلة الأفعال أحسنتم ذكرنا ماذا أكل وكتب جميعها ماذا أفعال وأخيراً النوع الثالث من أنواع الكلمة الحرف الحرف والمثال الذي قمنا بكتابته معاً أحسنتم كان من أطبق قلنا الجمل من علامات الترقيم سأضعها بين الجمل أحسنتم كانت الفاصلة إذن كم جملة هنا؟ نعم قلنا ست جمل أحلل الجملة الأولى إلى كلمات وأذكر نوع كل كلمة الجملة الأولى كانت الطعام بلا إصراف يغذي الجسر إذن حللنا معاً هذه الكلمة فقلنا الطعام ما نوعها من أنواع الكلمة أحسنتم قلنا أنها اسم بلا أحسنتم إذن من الحروف حرف الب ولا إصراف أحسنتم قلنا من الأسماء يغذي كان نوع الكلمة هنا فعل الجسم سنتم في الأخير كانت لدينا اسم أيضاً هنا نقرأ النباتات غذاء للإنسان الجملة الأولى الثانية انطلق الجد مشعل مع حفيده صباحاً ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجملة الأولى الجملة الأولى قلنا النباتات ما نوعها نتذكر دخول أل أحسنتم من علامات الإسم إذن سنسمي قلنا الجملة التي تبدأ بإسم جملة اسمية ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجملة الثانية انطلق أحسنتم قلنا أحسنتم قلنا فعل إذن ستسمى الجملة التي تبدأ بفعل جملة فعلية أحسنتم إذن استنتجنا معاً في حصتنا السابقة وخلال المراجعة أن الجملة في لغتنا نوعان إسمية وفعلية الإسمية تبدأ بإسم والفعلية ستبدأ بماذا؟ بفعل أيضاً قمنا بتصنيف الجمل إما أن تكون جملة إسمية أو جملة فعلية يخرج الناس إلى الرياضي المسهرة إذن بدأت بفعل أحسنتم قلنا جملة فعلية الوعي الصحي مطلب ضروري الوعي أحسنتم بدأت بإسم إذن ستكون جملة إسمية تسر المخلوقات بجمال الطبيعة إذن بدأت بالفعل فقلنا جملة فعلية صحة الجسم نعمة عظيمة أيضاً هنا صنفنا أخيراً الجملة إلى جملة إسمية أحسنتم ننتقل أنا وأنتم إلى أهداف درسنا اليوم نقرأ معاً أن يصنف الطالب الجمل إلى مثبته ومنفية أن يجيب الطالب عن الأسئلة المطروحة إذن سريعاً طلابي وطالباتي ننظر إلى الكتاب إلى صفحة تسعةين وستين أحاكي الأسلوب النواوي نورا لدينا جمل قالتها نورا وجمل قالتها أحلى نورا الأزهار متفتحة تفتحة الأزهار ننتقل إلى جمل أحلى ليست الأزهار متفتحة لم تتفتح الأزهار ما تفتحت الأزهار لن تتفتح الأزهار إذن نريد أنا وأنتم أن نقوم بتحليل هذه الجمل نقول عبرت نورا وأحلى عن حدث وهو تفتح الأزهار بعدد من الجمل أتأمل ما قالته كل منهما لأختار الإجابة الصحيحة فيما بين القوسين إذن استخدمت نورا وأحلام في التعبير عن الحدث هل نقول استعملوا فقط جملاً فعلية أم جملاً اسمية وفعلية سريعاً نتأمل أحسنتم ممتاز نقول استخدموا ماذا؟ جملاً اسمية و جملاً فعلية إذن نختار معاً الأسلوب الذي عبرت به نورا يدل على وقوع الحدث أم نقول عدم وقوع الحدث عندما قالت تفتحت الأزهار أحسنتم إذن نختار عدم وقوع الحدث إذن نلاحظ أن نورا عبرت عن وقوع حدث أما أحلام عبرت عن ماذا؟ عدم وقوع هذا الحدث ننتقل هنا إذن نقرأ استخدمت نورة جملاً تدل على وقوع الحدث لذا سنسمي الجمل التي عبرت عنها نوراً بجمل أحسنتم نقول جملاً مثبتة إذن أثبتت الحدث أما أحلام فاستخدمت جملاً تدل على عدم وقوع الحدث إذن سنسميها أحسنتم سمسمى جملاً منفية إذن نستنتج معاً نقرأ إذا كان الحدث في الجملة قد ثبت وتحقق سميت جملة مثبتة وإذا لم يتحقق سميت جملة منفية إذن هنا استنتجنا معاً أننا نقسمنا الجمل إلى جملاً مثبتة وجمل منفية أيضاً من أدوات النفي إذن من أدوات النفي التي استخدمتها أحلام كانت في جملها ليس لم ما ولن أطبق الآن أريد أن أطبق أصنف الجمل الآتية إلى جمل مثبتة وجمل منفية إذن سنصنف الجمل معاً دودة القزي تصنع الحريرة ما رأيكم؟ هل أثبتت هذا الحدث أم لم أثبت؟ دودة القزي تصنع الحريرة حسنتم إذن هنا نقول جملة مثبتة لن ألوث بيئتي لن إذن نتذكر حسنتم إذن نلاحظ لدينا آدات من آدات أن في لن ألوث بيئتي إذن هنا جملة منفية النظافة أيسر طريقة للتخلص من الجراث النظافة أيسر طريقة إذن هنا جملة أحسنتم إذن هنا جملة مثبتة أحسنتم إذن نتوقف هنا سريعاً أقوم بنقل الإجابة معاً ننتقل معاً إذن هنا أحول الجمل المثبتة في العبارة الآتية إلى جمل منفية إذن لدينا جمل مثبتة سنقوم بتحويلها إلى جملة منفية غابت الشمس ونزل المطر إذن هذه جملة مثبتة أجعلها جملة منفية أحسنتم إذن سنستخدم من أدوات أن فيه قد نقول ممتاز لم تغب الشمس ولم ينزل المطر ثلاثة أحول الجمل المنفية في العبارات الآتية إلى جمل مثبتة إذن الآن العكس لدينا جمل منفية سنجعلها جملاً مثبتة ليست الرياح قوية ما اقتلعت الأشجار إذن نلاحظ هنا أنها جمل منفية نجعلها مثبتة إذن نثبت هذا الحدث حسنتم قد نقول الرياح قوية واقتلعة الأشجار إذن أثبتنا هذا الحدث إذن نلاحظ أننا قمنا بتحويل الجملة إما من مثبتة إلى منفية أو من جملة منفية إلى مثبتة ننتقل معي أربعة أكون من الجمل الآتية فقرة قصيرة بعد ترتيبها مع مراعاة علامات الترقيب إذن لدينا جمل سنقوم بترتيب هذه الجمل حتى نكون فقرة مفيدة ولا ننسى ماذا وضع علامات الترقيب نرى معا الفقرة بعدما قمت بترتيب هذه الجمل في أحد الأيام خرجت ليلة وهند مع عائلتهما إلى منتزه السودة في عسيل وكان الجو صحوا والسماء والشمس ترسل أشعتها على الشجر قضوا وقتا ممتعا وشكروا والدهم على تلك أنبسها إذن نلاحظ أننا قمنا بترتيب هذه الجمل وبعدما أنتهي من الجملة أضع؟ حسنتم نضع الفاصلة عندما انتهينا من الفقرة كاملا سنضع؟ حسنتم نضع النقطة ننتقل معا أتعلم وأتسلى أتعاون مع مجموعة لجمع الأوراق التي تحوي أفعالا ثم أضعها في الصندوق إذن لدينا جميع أنواع الكلمة اسم وفعل وحر أنا أحتاج فقط ماذا؟ الأفعال نقرأ معا سماء أشرق دواء يفكر ساعد حرارة فواكه ينصح متكامل يغرد وطيور وطيور إذن نحتاج فقط الأفعال من هنا فالأفعال كانت لدينا أحسنتم إذن الأفعال التي ذكرناها أشرق يفكر يفكر أيضاً ساعد وينصح وأخيراً يغرد إذن استخرجنا نوع من أنواع الكلمة وكانت هي الأفعال ننتقل معاً أبحث عن اسم واحد فقط من بين مجموعة الكلمات خلال خمس ثواني سريعاً نبحث عن الاسم لاحظوا معي شاهد عمل رفع إلى شكر تألم في ثروة يجمع صام يدافع من يتغذى حافظ ويحمي إذن الاسم كان أحسنتم إذن الاسم كان ثروة بقية الكلمات كانت إما أفعالاً أو حرف إذن سريعاً نقوم باختيار الإجابة معاً ننتقل معاً أختار أنا ومن بجانبي حرفاً من حروف الهجاء ثم يأتي كل واحد منا باسم يبدأ بالحرف الذي اختار بفق الجدول الآتي والفائز هو من ينتهي أولاً وتكون إجاباته صحيحة إذن سأتسلى أنا وزملائي وزميلاتي ونقوم بماذا؟ بذكر حرف وندكر اسم إنسان اللي يبدأ بهذا الحرف واسم حيوان ونبات وجماد وبلاد دعوني أذكر لكم مثالاً اخترت حرف أول حروف الهجاء حرف الألف إذن نذكر اسم إنسان يبدأ بالألف حسنتم لدينا عدة أسماء قد أقول أمل الآن أحتاج اسم حيوان حسنتم لدينا أسد أرنب ممتاز اسم نبات يبدأ به حسنتم إذن أقول أنا ناس أحتاج جماد حسنتم قد أقول أعمدا واسم بلد حسنتم قد نقول أبهى إذن سنكمل هذا الجدول أنا وزملائي حتى نتسلى ونقوم بذكر جميع الأحرف الواجب المنزلي لدينا واجب منزلي سنقوم بحله معك أولاً أحدد الكلمة أو الجملة المختلفة في كل سطر مع ذكر السبب إذن لدي كلمة أو جملة ستكون هي المختلفة سأقوم باختيارها ثم أذكر سبب وقيامي باختيار هذه الكلمة أو الجملة هواء إلى وردة غذاء أين الكلمة المختلفة هنا؟ من بين هذه الكلمات حسنتم كان إلى ما سبب اختيارنا لهذه الكلمة؟ حسنتم إذن هي من أنواع حسنت الكلمة وتعد حرفاً وبقية الكلمات من الأسماء الأسماء إثنان الهواء عليل أشرقت الشمس لم ينزل المطر القمر ساطع لدينا جملة مختلفة عن بقية الجمل هنا درسي اليوم حسنتم إذن نقول لم ينزل المطر إذن ما فرق بين هذه ما الاختلاف بين الجملة هنا والجملة المتبقية؟ حسنتم لم إذن هنا جملة من فية وبقية الجمل ستكون جملاً مثبتة سريعاً ننقل الإجابة هنا ننتقل مع ثلاثة محافظة أعتني يحافظ يحترم الكلمة المختلفة هنا ستكون حسنتم الكلمة المختلفة أقول محافظة ولماذا؟ ما الاختلاف بينها وبين بقية الكلمات؟ أحسنتم ممتاز إذن سنقول أنها اسم وبقية الكلمات تعد من الأفعال أربعة يعتدل الجو تتفتح الأزهار الثمار ناضجة تتساقط الأوراق إذن أين الجملة المختلفة؟ سنتم ممتاز نقول الجملة المختلفة هي الثمار ناضجة وما سبب ذلك؟ يعتدل تتفتح تتساقط أحسنتم إذن نقول أنها جملة اسمية وبقية الجمل جمل فعلية من إلى يزور وفي الكلمة المختلفة هنا لاحظوا من إلى يزور في أحسنتم ممتاز إذن نقول أن يزور مختلفة عن بقية الكلمات لماذا؟ أحسنتم إذن يزور من أنواع الكلمة وهي فعل أما بقية الكلمات كانت من الحروف سريعا ننقل الإجابة هنا في أقل من دقيقة نكمل معا ثانيا أمثل لما يأتي في جمل من إنشاء إذن سنمثل جملة اسمية وتكون مثبتة إذن جملة ستبدأ باسم وتكون هذه الجملة مثبتة لدينا عدة جمل قد نقول أحسنتم قد أقول السماء صافية أريد جملة اسمية ولكن منفية إذن ستبدأ باسم ولكن سننفي هذه الجملة قد نقول أحسنتم قد أقول الأزهار لم تتفتح في الحديقة جملة فعلية فعلها مسبوخ بآدات نفي لن أو لم إذن هنا أريد أن أبدأ بجملة فعلية وأسبقها إما بلن أو لم أحسنتم قد نقول لم تمطر السماء وأخيرا جملة فعلية مثبتة إذن جملة تبدأ بفعل ونقوم بإثبات هذه الجملة تكون مثبتة قد وقع هذا الحدث أحسنتم قد نقول أشرقت الشمس إذن هنا قمنا بتمثيل جمل من إنشائنا ننتقل معا ماذا تعلمنا في درسنا اليوم سريعا حسنتم إذن نقول قمنا أولا بتصنيف الجمل إلى مثبتة ومنفية وأجبنا عن الأسئلة المطروحة إذن طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء